الإمارات طعنتنا في الظهر، وسيرون ما يمكننا فعله بهذه الكلمات، وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حالة العلاقة السياسية اليوم بين المملكة وحليفتها الإمارات في إحاطة غير رسمية قدمها لمجموعة من الصحفيين وفق ما ذكرته صحيفة Wall Street Journal التباين والاختلاف السعودي الإماراتي والذي خرج إلى العلن هذه المرة نتيجة تنافس الاقتصادي المحتدم بين البلدين وانزعاج الإمارات من الحضور الإقليمي المتزايد للمملكة يرى مراقبون أنه لن يمر بدون أن يترك تأثيره على الوضع في اليمن والذي اتقاسموا فيه الإمارات والسعودية النفوذ منذ انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية قبل نحو تسع سنوات فشلت السعودية في فرض قرارها السياسي على الأرض خاصة في العاصمة المؤقتة عدن التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا وهو أمر لا يبدو أنه سيستمر في ظل المتغيرات الجديدة في شكل العلاقة بين المملكة والإمارات تقول المصادر إن الإمارات عرقلت أكثر من فرصة للسلام وإيقاف الحرب في اليمن من خلال دعم قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن الأمر الذي دفع المملكة إلى مطالبة الإمارات بوقف تعطيل قرار وقف إطلاق النار الذي ترعاه السعودية يخشى مراقبون من أن استمرار الخلافات السعودية الإماراتية بخصوص العديد من القضايا الإقليمية قد لا يسهم فقط في تقويض وإضعاف منظومة الشرعية المنقسمة أصلاً بل قد يؤدي إلى إشعال مزيد من الحرائق في البلاد وتقويض أي فرص للسلام بعدما يقرب من عقد من الزمن من التوافق والتحالف بين السعودية والإمارات تظهران اليوم المزيد من القوة والتصرفان بشكل أكثر عدوانية تجاه بعضهما وتبدو فيه اليمن خط المواجهة الأولى